يعني نحكيها بالعامية الجماعة سالقين القانون مطبوخه كامل وجايبين نياة الأخوان ذاهبين لقانون حتى يحميهم لقانون حتى يعيدهم للسلطة حتى يمكنهم حتى لا يشاركهم طرف آخر بالانتخابات أنه النظام الانتخاب المقدم المقترح إلى مجلس النواب هل اشتركت كل القوى السياسية بالاتفاق على أن يكون هو النظام أم كان من اختصاص فقط الإطار التنسيقي بكونه هو الكتة الأكبر اشتركتم أنتم غيركم اتفقتم أم الإطار هو لوحده من قرر لا العفو أستاذ نجم مثل ما تعرفون يعني احنا بالنسبة أنه هو الاعتراض كان الأول أنه احنا المستقلين والحركات الناشئة لم نشترك في الحوارات والنقاشات في هذا القانون ولذلك كان في بداية الأمر الجلسة الأولى كان اعتراضنا وانسحابنا من الجلسة وسببت يعني بقتها عدم اكتمال النصاب كان هذا الاعتراض بعدها الأخوة صارت جلسة في مكتب نائب الأول أستاذ محسن مندلاوي وقالوا أنتم يا أخوان احنا بالنص قالوا احنا مقصرين لأنه احنا ما دعناكم للجلسات واحنا ما خلينا منعدكم ممثلين للجلسات فاحنا مستعدين لأنه راح نرفع هذه الفقرة من هذه الجلسة من كانت جلسة يوم الأربعاء على ما أظن ونتفق ونتحاور وانطونة شون اللي انتعدكم من مقترحات حتى ناخذ بيها لكن الحقيقة يعني اللي صار مو مثل ما يعني ووقت الجلسة يعني نحكيها بالعامية الجماعة سالقيل القانون مطبوخ وكامل وجايبين نيا لأن احنا بعدها قعدنا ويا زعماء الكتل ويا راساء الكتل يعني المشكلة وين المشكلة أنهم هم يحملون عدم الاستقرار وعدم تشكيل الحكومة يحملوها للمستقلين والحركات الناشئة فاحنا بالحوار قلناهم يا أخوان احنا طلعوا المستقلين طلعوا الحركات الناشئة هم كانوا سبب بعدم تشكيل الحكومة والاستقرار يعني استثاركم بالسلطة الجهتين كانت تريد تستأثر بالسلطة فسببتوا هذا عدم الاستقرار بالعكس اليوم احنا اخوانكم احنا وياكم ونعاضدكم في القوانين المهمة لكن الحقيقة الاخوان ذاهبين لقانون حتى يحميهم لقانون حتى يعيدهم للسلطة حتى يمكنهم حتى لا يشاركهم طرف آخر بالانتخابات لذلك احنا دعينا إلى إلغاء قانون سانتليغو لأنه احنا ندعو إلى قانون الفائز الأقوى هو اللي يمثل الشعب هو اللي فعلا رح يكون الممثل حقيقي للشعب بعدين الدوائر المتعددة نعم هي أكثر تمثيل الشيء الآخر واللي أكدنا عليه قلنا لهم احنا شنو السبب شنو السر في انتم دمجتوا قانون مجالس المحافظات مع قانون مجلس النواب اليوم التحضرتك تعرف أي النائب يعني النائب عمله رقابي وتشريعي بينما عظم مجلس المحافظة رح يكون خدمي فهذا مهام تختلف عن مهام مجلس النواب فقلنا لهم يا أخوان انتم اليوم صار أكثر من عشر سنوات من 2013 ما عندك انت قانون انت شون المشكلة إذا خلال شهر شهرين قعدت وتحاورت مع باقي الكتل وباقي القوة وجبت قانون يهدف إلى الاستقرار السياسي والاستقرار الاجتماعي احنا كل وجبة كل دورة انتخابية دا يسوينا قانون لحد الآن ما استقرنا بهذا الوضعية فبالنالهم احنا يحتاج لنا دراسة وخبراء ونأخذون برأينا ونأخذ برأيكم ونتحاور ونوصل للشيء المظلوب لكن الأخوان الحقيقة يتفردوا برأيهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر